بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنستكمل مع بعض اليوم درس توزيع المعينة للأوساط الحسابية المسحوبة من مجتمعات لا تتبع التوزيع الطبيعي وقلنا المرة الماضية ان احنا هنتناول المرة القادمة خصائص هذه التوزيعات عن طريق قياس او حساب الوسط الحسابي لتلك العينات وكذلك تبايناتها او انحرفها المعياري نيولي توزيع المعينة للوسط الحسابي للعينات يمكن ان يقتربه بشكل جيد من منحنا التوزيع الطبيعي الذي يرمز لمتوسطه مو اكسبار ويحسب كما يلي اذا اردنا حساب توزيع او خصائص توزيع المعينة وحساب المتوسط نستطيع حسابه بنفس الطريقة اللي حسبنا بيها ميو اكس عن طريق ضرب الاكس في بروبابيليتي اوف اكس ولكن هذه المرة نحسبها للاكس بار وذلك عن طريق ضرب قيم اكس بار في احتمالتها لو تتذكروا معايا جدول التوزيع الاحتمالي كان يحتوي قيم الاكس بار والتي كانت تبدأ بصفر وتنتهي بستة وكان القيم الاحتمالية المرافقة لها واحد على ستاشر اثنين على ستاشر وهكذا كما اوضحنا في الدرس السابق هناخد صفر في واحد على ستاشر زايد واحد في الاحتمال المقابل لها وهكذا حتى نصل الى ستة في واحد على ستاشر ثم نجمع هذه الارقام فحنجد ان هي تمانية واربعين على ستاشر اي بتساوي تلاتة اذا ميو اكس بار بتساوي تلاتة لو فاكرين كانت قيم المجتمع صفر اتنين اربعة ستة اذا اردنا حساب المتوسط المتوسط يساوي مجموعهم على عددهم اي اتناشر على اربعة يساوي تلاتة وبالتالي نقدر نستنتج ان expected of x bar القيمة المتوقعة للx bar او ميو x bar بتساوي الميو اذا متوسط متوسطات العينات يساوي متوسط المجتمع الاصلي المسحوبة منه تلك العينات ده بالنسبة للوسط الحسابي او المتوسط اما بالنسبة للتباين او التشتت اللي بنرمزه بالرمز سيجما تربية x bar فنستطيع ايضا حسابه بنفس الطريقة التي حسبنا بيها سيجما تربية للx وذلك عن طريق ايجاد مجموع مجموع x bar تربيع في probability of x bar ناقص ميو تربيع في كل مرة هناخد قيمة ال x bar نربعها ثم نضربها في القيمة الاحتمالية المرافقة لها وفي النهاية ناخد المجموع ثم بعد ذلك نطرح منه مربع الوسط الحسابي اللي كان عندي هنا بيساوي 3 اول قيمة كانت صفر تربيع في واحد على ستاشر واحد تربيع في اتنين على ستاشر اتنين تربيع في تلاتة على ستاشر حتى اخر قيمة ستة تربيع في واحد على ستاشر ناقص ميو اللي لسه حزبينه في الشريحة الماضية كان بتلاتة تربيع هيكون الناتج عندي بيساوي حداشر ونص ناقص تربيع التلاتة بتسعة اذا الناتج اتنين ونص هذا ناتج ايه تباين الاكسبار نشوف كده سجمة تربيع او نتذكر كده سجمة تربيع في هذا التوزيع او في هذا المجتمع كانت عبارة عن خمسة خمسة لا تساوي اتنين ونص عشان كده بقول انه سجمة تربيع اكسبار اذا اردت حسبها باستخدام تباين المجتمع الاصلي لابد من قسمته على حجم العينة بيساوي خمسة على اتنين يساوي اتنين ونص لاحظ ان سجمة تربيع اكسبار لا تساوي سجمة تربيع انما تساوي سجمة تربيع على ان ملاحظات هام دائما ابدا الوسط الحسابي لمتوسطات العينات ميو اكسبار يساوي متوسط المجتمع الاصلي ميو الذي سحبت منه هذه العينات ولا يعتمد على حجم العينة لانه لا يدخل معي في حساب المتوسط اذا اكسبكتد اكسبار او ميو اكسبار او القيمة المتوقعة لأكسبار هتكون بتساوي الوسط الحسابي للمجتمع الاصلي بينما التباين للاحصائي اكسبار هيساوي تباين المجتمع الاصلي مقسوما زي ما قلنا على حجم العينة ان سجمة تربيع اكسبار هتساوي سجمة تربيع على اند لما ناخد الجذر التربيع للتباين نحصل على الانحراف المعياري سجمة اكسبار الانحراف المعياري إلى حجم العينة ان وبيساوي الانحراف المعياري للمجتمع الاصلي سجمة مقسوما على الجزر التربيعي لحجم العينة لاحظ أن هناك تناسب عكسي بين التشتت أو الانحراف المعياري للإكسبار وحجم العينة فكلما زاد حجم العينة كلما قل أو انخفض الانحراف المعياري للإكسبار ولذلك يفضل زيادة حجم العينة للحصول على تباينات أو تشتت أقل